حابيني أكلم مع حضراتكم في موضوع صحي الحقيقة مهم جداً هو موضوع الفيروسات الكابدية وخصوصاً فيروس سي وكانت الفيروسات الكابدية في مصر للأسف شديد خلال سنوات فاتت أو عقود فاتت كانت منتشرة بشكل كان يصعب مع إيجاد حل أو مجرد التفكير في إيجاد حل لهذا الوضع وهذا الأمر المتفاقب في الفيروسات الكابدية واللي طبعاً بيقدي إلى تليف وفشل وبيقدي إلى الأسف في بعض الأحيان كان بيتحول إلى أورام غير حميدة وكان حتى برة في المنظمات الصحية العالمية بتصف مصر إن هي كابد كبير نتيجة للانتشار الهائل للفيروسات اللي كانت بتنهش فيه أكباد المصريين وكلنا يعني شفنا وسمعنا وعارفين ناس اللي مش عارف يسافر يشتغل عشان عنده فيروس سي واللي مش لاقي علاج وناس اللي كانت بتتعب عشان نها تتعالج في هذا الأمر وكان الحقيقة الأمور والفرص العلاج كانت والشفاء بالتالي كانت بتبقى صعبة جداً ولكن الحمد لله من 2018 والمبادرة اللي كان دعا إليه ورعاها الرئيس السيسي لقضاء على فيروس سي والمسح اللي تم على عدد يعني من المصريين يعني وصلنا ما شاء الله يعني ملايين حوالي 80 مليون يعني حوالي 80 مليون مواطن خضعوا فيه الحملة الخاصة بالكشف عن الأمراض غير السارية والفيروسات الكابدية رقم كبير جداً كانت النتيجة الحمد لله أن انخفضت النسبة إلى أن بدأت تتلاشى وأصبحنا بنتكلم دلوقتي أن مصر بيعلن عن خلوها من الفيروسات الكابدية بعد ما كانت الأعلى انتشاراً على مستوى العالم ولكن ده شيء مهم وتكملة الطريق فيه مهم ولكن اسمحوا لي أن الأهم هو أن احنا نقفل حنفية الفيروسات الكابدية أو مسببات الفيروسات الكابدية برحب دكتور محمد القصاص عدو مجلس دارة الاتحاد العالمي للكبد دكتور قصاص مساء الخير أهلا بحضرتك مساء النور أستاذ عمر أهلا بيك يا فانو أهلا بحضرتك بخير وأكيد أنتم من أسعد الناس الاتحاد العالمي للكبد وكون حضرتك مصري وطبيب مصري فأنتم من أسعد الناس بالتجربة المصرية واللي تم فيها أرجو حاكتو تنقلنا الصورة برا عاملة إزاي دلوقتي وكانت إزاي مثلا نقول من عشر سنين فقط تماما خلينا أقول لحضرتك قبل مبدأ الحديث عن التجربة المصرية إن التجربة المصرية دلوقتي بقت مثال يحتزى بي وبقينا بندعى في كل دول العالم للحديث عن ما تم إنجازه في مصر في ملف علاج فيروسي الأسبوع ده إن شاء الله أنا عندي محاضرة في مؤتمر إيكو ليفرف في كالجري في كندا عن التجربة المصرية لعلاج فيروسي الشهر الجاي في جلسة كاملة في مؤتمر الجمعية العالمية للأمراض المعدية في كولا لنبور في ماليزيا دعينا لي للحديث كذلك عن التجربة المصرية في علاج فيروسي ده ليه؟ ده لأننا انتقلنا من وضع إلى وضع مخالف تماما ظللنا لسنوات طويلة جدا مصر موصومة بإنها الدولة الأعلى في معدلات انتشار فيروسي على مستوى العالم الإحصاءات عندنا كانت مخيفة وصلت بعض هذه الإحصائيات إن حوالي 20% من المصريين كانوا مصابين أو لديهم الأجسام المضادة ضد فيروسي قوة معطلة يمكن لو هنتكلم عن الإحصاءات غير العلاج كمان وتكلفة العلاج مظبوط يا فن إحنا سنة 2008 وده الإحصاء السكاني الرسمي لمصر كان عندنا ما يقرب من 15% من المصريين عندهم الأجسام المضادة ضد فيروسي سنة 2015 انخفض العدد شوية لحوالي 9.8% يعني ما يقرب من 10% من المصريين مصابين بفيروسي وده طبعا المعدل الأعلى في العالم علما بأن عدد المصابين بفيروسي على مستوى العالم في معظم الدول يعني إجمالا من السبع مليار اللي هم عدد سكان العالم إحنا كنا بنتكلم في أقل من 200 مليون مصابين للأسف شديد مصر كانت الدولة الأعلى يمكن ده كان له أسباب كتير يعني مش مجالنا للحديث عن ذكرها لكن احنا بدأنا بدري جدا خطة القضاء على فيروسي في مصر يمكن من سنة 2006 كنا أول دولة في العالم بتبدأ تطبق العلاج بالإنترفيرون في مراكز العلاج التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكابدية من إنشاءها في 2006 عدد من المراكز المتخصصة ودي يمكن برضو يعني في رأيي أنا هو العماد الأول اللي قامت عليه التجربة المصرية احنا عندنا مشكلة صحية علشان نواجهها لازم نواجهها باسلوب غير تقليدي لذلك إنشاء المراكز المتخصصة دي دي مراكز فقط لعلاج الفيروسات الكابدية لعلاج فيروسي بداية من التشخيص كل الخطوات بتاعت التشخيص تلقي العلاج بالمجان على نفق ولكن يا دكتور كل ده بيعتمد إن الشخص يروح أو اللي بيشتكي أو المريض يروح ولكن فكرة المسح الشامل وتكلفة المسح الشامل أعتقد دي كانت هي الضربة القاسمة يعني هروح مش هروح أعرف ما عرفش هيتم الفحص وده بالتالي كان عظيم إن تدارك الأمر طبعا بس قبل المسح الشامل في 2015 ظهرت لنا أدوية اسمها المضادات الفيروسية المباشرة وده كانت يعني علامة فارقة في تاريخ علاج فيروسي الأدوية دي كانت فعالة جدا لكن مشكلتها الأساسية كانت في ارتفاع التكلفة وده كانت يعني التجربة المصرية الأعظم إن إحنا ننتج هذه الأدوية عندنا بأقل من واحد لألف من سعر التكلفة يعني سعر الكرس ده في هذا التوقيت في 2015 معا نزوله المريض كان بياخد 84 أرس سعر الأرس الواحد كان ألف دولار فتخيل 84 ألف دولار سعر الكرس الكاملا الحقيقة إحنا أنتجناه في مصر بتكلفة إجمالية للكرس العلاج على بعضه كله خلال التلت شهور أقل من 50 دولار بس في مصانعنا المصرية وأدويتنا المصرية وبنسب نجاح لا تقل أبدا عن نسب النجاح العالمية وصلت لأكتر من 99% نسب شفاء كامل باستخدام الأدوية فيروسي من الفيروسات بطيئة العمل بياخد حوالي تقريبا 25 سنة علشان يحدث تلايف وبالتالي المريض يبدأ يعاني من الأعراض وقبل 25 سنة دول وقبل حدوث التلايف المريض للأسف ما عندوش أي أعراض خالص وبنتفاجئ أن احنا وصلنا للمراحل النهائية من هنا جات برضو الخطوة المصرية الأعظم ودي أكبر حملة مسح تم إجراءها تجاه مرض معين لأننا عملنا مسح لبلد كاملة يعني نحن في المراحل الأولى وخلال أول سبع شهور مزبوط يا فندم خلال أول سبع شهور عملنا مسح لسبع وستين مليون شخص تلاهم تقريبا حوالي 11 مليون طالب في مراحل التعليم خلال السنوات اللي تليها تلاها برامج خاصة تانية علشان مسح الفئات الأكثر تعرضا للعدوى زي المرضى اللي موجودين داخل المستشفيات الحكومية دكتور محمد اسمح لي معلش أنا آسف لمؤاطعة حضرتك وطبعا يعني عارفين المسح ويعني حتى التكلفة بتاعته والمراحل والأمور دي الحقيقة مهمة جدا ولكن عايز بس يعني أعرف من حضرتك نصائح لأن إحنا الحمد لله إذا كنا قدرنا أن إحنا نصل إلى هذه المرحلة المتقدمة في العلاج وفي الوقاية أو في العلاج يعني في المسح والعلاج لمن ثابت أنه يعاني من فيروس سي ولكن فكرة الوقاية إلي ماذا شاف حضرتك أن إحنا عندنا وقاية ووعي من عدم الإصابة أو لتجنب الإصابة من فيروس سي يعني شكرا جدا على السؤال لكن هما النقطتين مرتبطين ببعض جدا كانت مشكلتنا الأكبر في خطر الإصابة أن أنا عندي عدد كبير من المصابين يعني لو قلنا 20% مصابين فعليا فده معناه أن أنا لو دخلت أعمل أي عملية جراحية 20% من الناس اللي عملوا قابلي مصابين بفيروس سي وبالتالي أنا عندي خطر الإصابة فجزء كبير من أن أنا أوقف السلسلة دي أن أنا أصلا أعالج كل المصابين عندي فبالتالي ما هيبقاش عند الريزروور أو الحامل للمرض اللي يقدر ينقل لغيره بيه خلينا أقولك على أرض الواقع إحنا حاليا بدأنا نقفل عدد كبير من مراكز العلاج التابعة لللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكابدية لسبب أنا شايفه سبب رائع جدا أن إحنا فعليا ما عادش عندنا مرضى بيترددوا على هذه المراكز خليني يعني أزيد حضرتك أن إحنا حتى في البراكتس بتاعنا حتى في عياداتنا إحنا معيناش بنقابل مرضى فيروسي في الوقت خالص على الإطلاق محتاجين بقى الوعي كلهم مرضى بيتابعهم بعد علاجهم محتاجين الوعي للوقاية ومحتاجين ننتبه للأخطار القادمة من أمراض الكابد أمراض الكابد ليست كلها فيروسي لكن خليني أقول خبر مش حلو شوية أن إحنا دلوقتي بنواجه شبح الكابد الدهني القادم بقوة القادم بقوة مع زيادة معدلات الوزن ومع زيادة معدلات أو زيادة نمط الحياة الحديثة نمط الحياة الحديثة في الأكل وفي قلة الحركة التدهن الكابدي الدكاترة يقول برضو يا دكتور يعني ما فيهش حد ما عندهش دهون كابد يعني النسب بقى ما فيهش حد ما عندهش دهون كابد ده صحيح لو كان تعرفنا للتدهن الكابدي قائم على تشخيص وجود هذه الدهون أو الاشتباه فيها من خلال الفحص الإشعاعي سواء بالأشعة التلفزيونية أو المقطعية لكن المشكلة أن بعض هذه الحالات وفي نسبة مش قليلة بتتحول من تدهن كابدي بسيط لالتهاب كابدي دهني التهاب الكابدي الدهني قادر على أنه يحدث تليف وقصور في وظيف الكبد بل وسرطان في الكبد زي وزي الفيروسات الكبدية يمكن في أمريكا وأوروبا حاليا الكابدي الدهني أو تدهن الكابدي هو المرض رقم واحد عدد كبير من حالات زراعة الكبد وفي اتجاه أنه يبقى السبب الأساسي لزراعة الكبد متوقعين أنه خلال عشر سنين هيبقى تدهن الكبد هو السبب الأساسي للإصابة بسرطان الكبد على مستوى العالم نحن بالنا من دول الكبد والنمط الغذائي والجونك فود وممارسة الرياضة بشكل يومي أنا شكر جدا جدا لحضرتك دكتور محمد الأصاص عدو مجد صدارة الاتحاد العالمي للكبد